موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو وقفة رجالة فرحتي برجوع الافلام المصرية شبه بالزبط فرحتي برجوع المية بعد ما كانت مقطوعة احداث الفيلم بتبتدي بوفاة عبير زوجة عادل ودخوله في حالة اكتئاب ووحدة شريدة اصدقاءه من زمان عزيزي وشهدي وحسين بيقرروا يستحبوه في اجازة في فيلة شهدي في احد المنتجعات الساحلية ومصطفى الموظف عند شهدي بيصمم ان هو يروح معاهم عشان يخفف من اثر احد المفاجآت اللي شهدي حيقابلها هناك مع بداية الاجازة بنكتشف ان مش عادل بس اللي بيهرب من احزانه ده الثلاثي بتاعنا كله عنده مشاكله اللي بيحاول يهرب منها بالاضافة المصطفى اللي بنكتشف ان هو كمان عنده مشكلة عاطفية وان احد اسباب اسراره على انه يسافر معاهم هو انه يقابل ماهي مرة اخرى وماهي هي كمان موظفة عند شهدي كانت بتجمعها بعض المشاعر مع مصطفى واحداثنا بتنطلق في جو من المغامرات والكوميدي عشان نكتشف يا ترى ايه اللي حيحصل فيلم واقفة رجالة فيلم كوميدي بكل تأكيد ولكنه مش كوميدي سطحي ومش كوميدي هايف في بعض الخطوط الدرامية الحاضرة في كل الاحداث وبعض الخطوط دي بتتطور لرسائل كمان رسائل حلوة واجابية بعضها ما بين السطور وبعضها مباشر طبعا وده لانه بكل تأكيد لا فيلم فني ولا فيلم تقيل ولا فيلم معقد هو فيلم خفيف همه الاول والاخير هو انه يوفر متعة والمتعة في تجربة مشاهدة وقفة رجالة كانت حاضرة وبقوة وبالتحديد في النص التاني من الفيلم مصنا الاول ما كانش فيه مشاكل كبيرة بس كان مهموم قوي بانه يلاقي النغمة المناسبة النغمة المناسبة لتصدير الضحق النغمة المناسبة عشان يمهد للدراما والنغمة المناسبة عشان خط الرومانسية هو كمان ينطلق كان عنده تمهيد كتير وخلفيات كتير للشخصيات لازم تتقدم ومحاولاته في الكوميديا ما كانتش متفجرة قوي ولكنها والحمد لله ما كانتش سخيفة والتناغم اللي بين فريق البطولة ما سمحش بتسلل الملل لحد ما بنوصل لمرحلة كوميدية فارقة جدا في أحداث الفيلم بعدها مش حكون ببالغ لو قلت إن الموضوع تقريبا ما فيهوش غلطة وخلونا نفتكر إن احنا بنتكلم عن فيلم كوميدي خفيف لا يهدف إلا للإمتاع الكوميديا بقت في أفضل صورها الدراما ما صدرتش أي إحساس بإنها دخيل على الأحداث وخط الرومانسية بقى متقلق جدا ومقنع جدا وده بالإضافة لقدر معقول من الأصالة في الأحداث ولما بقول أصالة أصدي بس إنها حاجة جديدة علينا بطولة مشتركة لأربع ممثلين رجالة كبار في السن خط رومانسي ما بين اتنين ممثلين هم كمان بيجددوا واستغلال فعال لأجواء أفلام الرحلات الغرض الرئيسي مش مجرد مناظر شكلها حلو ولكن مواقف بتساعد الكوميديا وبتدعم الدراما طبعا اللي حيخليني أقول إنها مش أصالة مطلقة هي إنها بتتشابه مع بعض الأفلام الأمريكية وبالتحديد فيلم لاست فيجس اللي تقريبا كل الناس فكرت فيه لما شافت التريلر والتشابه موجود طبعا في الهيكل الرئيسي للأحداث ولكنه مش نقل ومش نقش والاستثمار الأكبر مش على فكرة جايبينها من برة ولكن على شخصيات ومقاومات الأبطال اللي جمعوهم في الفيلم ده كان من أهم مقاومات نجاحه مش عارف عبر لكم إزاي عن ساعتي بإن عندنا فيلم في أحد المواسم المهمة وبطولته لأربع ممثلين كبار في السن والأربعة في أفضل حالة ممكنة والتناغم ما بينهم في أفضل حالة ممكنة والتناغم ما بين أي كنين منهم في أفضل حالة ممكنة والسيناريو استغل ده لأقصى درجة عشان يدي لكل واحد فيهم لحظاته الكوميدية ولحظاته الدرامية وعشان يعمل ثنائيات ومثلثات كتيرة داخل الأحداث كل واحد فيهم دحكني من قلبي في لحظاته الكوميدية وكل واحد فيهم خلق عندي حالة من التأثر الحقيقي في اللحظات الجادة وإن كانت طبعا في أغلب الأحيان بتيجي في شكل مونولوجات بس ما هياش مونولوجات مقحمة قوي وأهم لحظة درامية في الفيلم كله على بعضه كانت في شكل حوار حوار حاد وجاد مكتوب كويس وفيه تمثيل حقيقي جمع ما بين سيد رجب وما بين ماجد الكدواني ومستحيلة فوت الفرصة دي من غير ما أؤكد أن أفضل أداء في الفيلم رغم الأداء المتميز من الجميع تقريبا هو الماجد الكدواني لأنه هو الوحيد اللي بيقدم شخصية يعني بيومي فؤاد أو سيد رجب أو شريف دسوقي في النهاية بيقدموا شخصية شبههم لكن ماجد الكدواني هو الوحيد اللي بيقدم شخصية مش شبههم شوية أكبر سنا من اللي احنا متعودين عليه وليها بعض الطباع الخاصة جدا سواء في طريقة التصرف أو في طريقة الكلام أو حتى في نبرة الصوت وهي شخصية أي حد في الدنيا اشتغل في مجال القطاع الخاص تقريبا قبلها شخصية المدير اللي مش مركز قوي في الشغل الغاني جدا الفلاتي اللي بيحب الانبساط اللي صوته عالي ولي دايما بتحس بنبرة تعالي في كل كلمة بيقولها ماجد الكدواني في تكسيده للشخصية دي يا جماعة فكرني تقريبا بتلات اربع مديرين اشتغلت معاهم وما كنتش بحبهم قوي الحقيقة بس أنا حبيت ماجد الكدواني في الدور ده زي ما تقريبا بحبه في أي دور بيعمله محمد سلام جاي من أقصى غياه بالكوميديا عشان يقدم دور فيه بعض النفحات الرومانسية وكان ناجح جدا سواء في لحظاته الكوميديا أو في لحظاته الرومانسية وفي لحظاته الرومانسية دي بيقابل أمينة خليل اللي جاية من مناطق جادة نسبيا علشان تقدم بعض الكوميديا وهنا تكمن بعض المشاكل الدور بتعاقمينة خليل ده يا جماعة ليه احتمال من اتنين في رأيه يا إما تجيب له ممثلة معروفة بقدراتها الكوميديا وبعدين تدخلها في أجواء الرومانسية وده تقريبا هو اللي حصل مع محمد سلام يا إما تعمل زي ما عملت كده وتجيب ممثلة مصنفة في الأساس على إنها ممثلة جادة وتديها بعض الأوقات الكوميديا الاختيار ده ما فيهوش مشاكل في حد ذاته ولكن لما بيقابل ممثل جاي من النقيد بتحس ببعض المشاكل في التناغم وهنا أقصد بالتحديد التناغم الكوميدي لأن التناغم الرومانسي ما كانش فيه أي مشكلة على الإطلاق وأنا فاهم كويس إن ما فيش حاجة اسمها ممثل كوميدي بس وما فيش حاجة اسمها ممثلة جادة بس ولكن انتوا فاهمين قصدي إيه أنا بتكلم بمفردات السوق وبالأعمال السابقة وعشان أكون أمين مع أمينة خليل فتكسيدها للحظات الحيرة عند شخصيتها كان جيد جدا والأهم بكتير من تكسيد كل واحد لوحده هي الحالة العامة بتاعت المجموعة ودي كانت نجحة وفعالة في كل الفرص الممكنة أو عشان ما بقاش بنقد نفسي في النص التاني أكتر بكتير من النص الأول من الآخر يا جماعة الأسماء اللي قلناها دي كلها لما بتجتمع مع بعضها ففرص نجاحها أكبر بكتير من فرص فشلها وأنا هنا ما بقللش إطلاقا من قيمة السيناريو بتاع هيثم ضبور يا ما شفنا قبل كده أسماء جميلة جدا بتجتمع مع بعضه والنتيجة بتكون محبطة يحسب له البناء الجيد ويحسب له التصميم المناسب سواء للحظات الكوميدية أو الجادة ويحسب له إنه ما تفلسفش ومعقتش الدنيا أكتر من اللازم يحسب كمان لأحمد الجندي إنه عاد مرة أخرى لأجواء الإخراج اللي بيدحك أنا دايما شايف إن أحمد الجندي وخالد الحلفاوي هم أكتر اتنين مخرجين في مصر بيعرفوا يستخدموا أدواتهم الإخراجية عشان يدحكوا المشاهد بصرف النظر عن الأبطال وبصرف النظر عن الموقف بس كنت شايف إن أحمد الجندي مؤخرا بقى مركز أكتر على الإخراج الجيد على حساب الإخراج اللي بيدحك هنا ولاقوا بيرجع بالكامل للكوميديا وأنا سعيد جدا بدا فيلم وقفة رجالة بيرجعنا مرة أخرى للتعريف الجميل للنجومية النجومية المستحقة المتعوب فيها اللي جات بالشغل والتعب والمطابرة اللي تبنت طوبة طوبة وخدت وقت طويل جدا لغاية ما بقوا أسماء كبيرة بتشيل فيلمه وبتديله لمعة نجومية حقيقية نجومية ماينفعش تورثها ماينفعش تشتريها ماينفعش تستفيد منها كأحد مزايا كارني عضوية الشلة حقيقي أتمنى لفيلم وقفة رجالة النجاح اللي هو يستحقه سواء على المستوى النقدي أو المستوى التجاري وأنا مش قادر أشجع الناس بقلب قوي إنهم يخطروا وينزلوا سينمات بس عاوز أقول إنكم لو لقيتم الظروف المناسبة في الوقت المناسب ففي حاجة في السينمات دلوقتي ممكن تبسطكم تقييمي لفيلم وقفة رجالة هو تمانية من عشرة وعاوز أقدم له شكر خاص لإن ما فيهوش غير ضيفة شرف واحدة بس وإضافتها للفيلم لا يمكن إنكرها مناقشة الحلقة من العنوين اللي انتوا سمعتوها لحد دلوقتي إيه هي أكتر الأفلام المصرية اللي منتظرينها في 2021 ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات أول بول تابعوني على فيسبوك تويتروني مو بوجو وباي باي